الآن مشاهدينا من أخبار السياسة إلى أخبار جديدة في عصرنا وهي أخبار بواقع التواصل الاجتماعي أكيد أبرز الهاشتاغات نتابعها مباشرة مع الزميل أحمد الهيشيمي وفقرة هاشتاغ صباح النور دخول العجيب يوم الجمعة وحركات صباح النور جيت من فيينا؟ لا فكرتك بديت تتعلم في الفالس شوية سنتعيني مالتك مشاهدينا رائعين صباح النور أهلا وسلم بكم معنا بفقرتنا اليوم فقط هاشتاغ صباح أنا أحب الفقر عندما كلمة صباح النور تكون يمي فهاشتاغ صباح النور سارة صباح النور صباح النور أحمد شيف نور صباح النور صباح خير جستاف غيم اختفي هال 17 يجينا مشاهدينا أهلا وسلم بكم معنا رح نبدأ بأهم الهاشتاغ الساعات القليلة الماضية واللي كانت فعليا متصدرة أكثر شيء يوم أمس خلينا بعد إذنكم نبدأ مع مملكة الأردن مملكة الأردنيين هاشمية بالتحديد رح يكون الهاشتاغ الأول أو كان الهاشتاغ الأول هو تفجيرات عمان الهاشتاغ الثاني كان أشياء حبيتها بالجامعة الهاشتاغ الأول رح نجي لها بعد شوية بس خلينا شوية نشارككم بالهاشتاغ الثاني أشياء حبيتيها بالجامعة جابتها تكون غريبة أنا كنت بحب اللابات في الجامعة اللي هي كل الناس ما بيحبوها المختبرات انت شحب انت يعني انا اسف سألتك ليه انا عملت برشة حاجات بالجامعة ما هي هذه المشكلة يعني بصراحة بالنسبة لنا اعترف واعتذري من جامعة منوبة لنا فتحتها مشروع استثماري نور شوكعت علاقتك بأيام الدراسة الرفقة الأصدقاء صباح النور صباح الخير أيام الجامعة ايام الجامعة الفوضى اتخيل كلها طبخ وشاهدين اذا كان هذا الهاشتاغ الهاشتاغ الاول كانت تفجيرات عمان البرحة كانت ذكرى تفجيرات الفنادق في عمان خلينا نشوف الصورة اللي احتلت التويتر بالنسبة للأردن كان كل الاسامي والاسامي المرحوم يا الله يرحمهم ان شاء الله ويتقبلهم عنده اللي كانوا فعليا ضحايا احداث تفجيرات الفنادق في عمان طبعا España الاسم الأخير كان المخرج الرائع والعظيم الله يرحمه الله يرحمه إذن كان هذا بالنسبة لأردن نشوف من بعد الأردن لبنان الهاشتاغ الأول كان الدولة هي الحل الهاشتاغ الثاني كان عقاب صقر الهاشتاغ الثالث كان شو تغيرها السن الهاشتاغ الثالث كان شخصي الهاشتاغ الثاني كان مشاركات عقاب صقر على التلفزيون الهاشتاغ الأول كان الدولة هي الحل إضافة إلى بعض الهاشتاغ الذين فعليا تغيروا والواحد كان هناك هاشتاغ اسمه كلام الناس نسبة لبرنامج كلام الناس اللي كان بمجموعة كبيرة من المهاترات والنقاشات لها علاقة بالأزمة الحالية التي تعصف بلبنان وبالمنطقة فعليا من بعد لبنان ننتقل إلى الكويت الهاشتاغ الأول بكلمتين أوصف نفسك كذلك كان شخصي الهاشتاغ الثاني بياع رقي عقوبة 100 ألف دينار الفكرة كانت تحد وتكلموا كثيرا على البدون الموجودين في الكويت وعلى عدم وجود فرص عمل لهم لذلك يعني يلجؤون إلى بعض الأعمال بين بيع الخضروات وغير ذلك وأكثرها كان الرقي اللي هو البطيخ بعالمنا العربي معروف بهذا الاسم بدول الخليج هذا بالنسبة للكويت ننتقل إلى عمان الهاشتاغ الأول كان تويتر 280 حرف وكان تعليق على 280 حرف راح تزيد راح تقل راح تضل مثل ما هي يعني كان كثير يعني نقاش حول هذا الموضوع وكذلك شخصي يعتبر كل أحد قال رأيي بالموضوع الهاشتاغ الثاني قولوا القطر وكان يعني الكلام الكثير اللي صار عن الأغنية التي فعليا انتشرت اللي كان اسمها قولوا القطر من بعد عمان ننتقل إلى قطر نفسها الهاشتاغ الأول كان صلاة الاستسقاء الدعوة لصلاة الاستسقاء فعليا كانت أكثر من مرة الهاشتاغ الثاني كان دول الحصار وتعقيبا على جميع الأحداث اللي حصلت ما لا علاقة بالحصار من بعد ذلك نشوف آخر دولة معانا اليوم الجزائر إلى الجزائر العزيزة الهاشتاغ الأول كان اكتشف الجزائر الهاشتاغ الثاني كان العاصمة والهاشتاغ الثاني انتقل إلى عدة دول عربية فعليا ما كان بس لماذا ما عبسين؟ عادي اضحكوا اضحكوا والله الأمور ما تستطيع مركزين والهاشتاغ الثاني كان فعليا بس عن كلمة العاصمة فكثير فعليا الناس من دول عربية أخرى غير الجزائر استخدمت هذه الفكرة أنا مجهز فيديوهين حلوين اليوم الفيديو الأول إلى علاقة بالعلاج بس هذا العلاج مشاهدين رح نتكلم عنه اللي هو العلاج البديل خاصة لآلام الظهر وهو علاج قديم جديد فهو قديم لللي يعرفه وجديد لللي ما يعرفه هو كان بالنسبة إلي جديد نشوف بالنسبة لنور قستاف وسارة وأمين والمصورين والناس شنور رح يتعاملون مع هذه الفكرة عندك وجه ظهر قستاف؟ لا أبدا أحمد ربك شوف لا أدقيق يركز أكو زاوية بعدين يرجع يمين بعدين عيد 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 من الأول تعرفها أحمد يقول لك واحد افتح ورشة في قلبي هذا افتح ورشة في ظهري يعني الصلاحة مسكين بل أنت تتوقع أكو حل أهو آخر الفيديو إذا المشاهدين يشوفون الحل آخر الفيديو قام عادي طبيعي آه عادي بس هو يعني هو نفسه العادي آه والله قام وراح الله حجي يعطيك العافية انزل إذا سوي تست للعلاج إذا مش الحل ولا لا زي إذا كان هذا فعليا الفيديو الأول الفيديو الثاني والشاهدين سيكون بعد الانتقال من الآلام والأوجاع وكذا كذا السؤال في هذه كلها ننتقل إلى الطعام وألوان الطعام اللطيفة التي تردد بمشاركة أصدقائنا والناس اللي نحبهم فعليا وهذه الفكرة اللطيفة الحقيقية داخل العالم الافتراضي متعودنا أكثر شيء المنات مميزين بيها إذا أكو صح حل وشي سوون بيصوروه بعدين بيأكلوه بس لا هي نفس الفكرة بس الفكرة أنه أنت ودى تصوّع يجيك أحد انت مرش 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 هل أنت محطة؟ لا، لا، أريد أن أقوم بإمكانك لا، لا لطيف إذن هذا كان المشاهدين الفيديو الثاني لكن بالنسبة للفيديو والتصوير والتصوير الصور فعلياً وإنزالها على مواقع التواصل هنا نشوف فعلياً الاستاتيستا وإحصاء 2016 اللي يظهر أكثر مشاركات عبر الإنستغرام لما يعنى بالمركات العالمية طبعاً بحسب التوصيفات والتصنيفات العامة خلينا فعلياً نشوف أكثر شيء كان كل شيء علاقة بالسيارات وكانت الاهتمام فعلياً نسبة الناس في 2016 بالإحصائي في شهر ثلاثة هي 100% الثاني بالنسبة للإنستغرام كان فاشن أو كل شيء علاقة بالموضة الثالث كان الجمال الرابع كان الساعات والمجوهرات الخامس كان بالتصنيف بس طبعاً يعني النسبة أبداً مقليلة يعني حتى إذا اتوالت التصنيفات يمكن عشر صور هي اللي تغير كل الإحصاء فهذا كان بالنسبة لاستاتيستا بما له علاقة بهذا المضمون نراكم غداً بفقرة هاشتاك صباح النور إن شاء الله جمعة مباركة يا جماعة يعطيكم ألف عافية وتحياتي لكم وأنا جاء على بالي أكمل بس خلاص صح أحمد الهيشمي مستنين غضوة حاجة بمناسبة أنا متضحك أنت اللي تذكيني بالموضوع أكيد أنا نحب نقولي لمشاهدين الكل أنه خاصة في ظل أنه آخر جولة من جوالات كأس العالم نحبه بالنسبة إلى منتخب تونس أو منتخب المغرب مشجعين يبعثونا فيديوهاتهم أو صورهم أو تعليقات معينة لما لي أن نعرضوا غضوة على أقل أن نكونوا مسايندين للترشح ولما لي تكون تونس والمغرب في نهاية كأس العالم أمين بس تسمح لي تكون جنبي شوي واضح أنه في يعني العين على موقعك لا لا مصابة موقعي دعنا نطلب الفيديو من المشاهدين مع بعض واحد اثنين ثلاث فضل مشاهدينا مشاهديهم بالنسبة إلى مشجعي تونس والمغرب غضوة نحب ونستنعوا منكم برشة فيديوهات أنه تسيني دو المنتخب التونسي لأنه غضوة اتفقنا كتوينسة أنه كلنا بش نكونوا الإبسين بالأحمر وغضوة تونس الكل هنتمنى تكون موجودة في المونديال وإن شاء الله حتى أيضا المغرب في مباراة الكوديفور مع أنه بشكون موجودة في الكوديفور إن شاء الله نتمنى تونس والمغرب يلتحقوا ببقية المنتخبات العربية وهكا يكونوا عنا أكثر نسبة من العرب السنين مشاركين في روسيا 2018 في نهائية كأس العالم أشهر 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 معي تحت إذا مشاهدينا الفيديوهات إن شاء الله رح تبعتونا إياها حتى نعرضها إن شاء الله غدا في الفقرة وإن شاء الله التلجير رح يكون كامل للفريق التونسي وكل العرب إن شاء الله رح يكونوا مهتمين بهذا التصنيف حتى فعليا ننتقل المراحل المتقدمة منها علاقة بكرة القدم اللي ما أعرف عنها شيء أبدا هو بس اللي يعرف شكرا جزيلا الأخوة في المنصة شكرا أحمد على فترة اليوم شكرا جزيلا